بالرغم من التسريبات الأخيرة حول وقف العمليات العسكرية في محافظة أبيان بناء على توجيهات رئاسية إلا أن الواقع على الأرض لا يبدو مختلفاً عما كان عليه سابقاً فالتراشق بالنيران مستمر تماماً كما التراشق بالاتهامات والتفسيرات الملتبسة لأي خطوة يعتزمون تنفيذها من اتفاق الرياضي الموؤود بسبب تمرد الانتقال ورفضه الإيفاء بالتزاماته وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبية التي شهدتها جبهات القتال في أبيان يومي الجمعة والسب إلا أن اليوم الأحدى الموافق للخامس والعشرين من أكتوبر كان مختلفاً حيث شهدت بعض الجبهات تبادلاً لنيران الأسلحة الثقيلة الأمر الذي بدد احتمالات أن تشهد هذه الجبهة وقفاً مستداماً لإطلاق النار ليصبح الحديث عن تهدئة في أبيان مجرد شائعة تتجول في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحديث عن الجانب العسكري في أبيان تزامن مع تضارب الأنباء حول تشكيل الحكومة المرتقبة مناصفة بين الشمال والجنوب وما لم يتم تأكيده أو نفيه بشكل قاطع من قبل طرفين نزاع الحكومة والانتقال المدعوم إماراتياً لكن المحلل السياسي السعودي سليمان العقيل أشار إلى أن تشكيل الحكومة دون إعادة تأهيل وتموضع القوات العسكرية يعد خدمة للميليشيات التي واجهت الحكومة الشرعية جنوباً محذراً من التساهل في ذلك العقيل حذر بلاده من فقدان المبادرة في اليمن في حال لم يتم تجريد ميليشيات الانتقال من قوتها العسكرية خصوصاً بعد أن فرضت سيطرتها على جل موانئ وجزر البلاد تحذيرات العقيل تأتي في الوقت الذي تواصل الرياض غض طرفها عن جرائم تلك ميليشيات بل وتتواطأ حيناً آخر معها كما حدث في سقطرة ما يجعلها شريكة في ضرب اليمن واستقراره لصالح ميليشيات نثرتها أبو ظبي لإقلاق السكينة الإقليمية والدولية